هنبدأ محاضرة البلاس ترانسفورم بالفورمال ديفينيشن متاع البلاس ترانسفورميشن ده شكله بايخ بالنسبة للناس كتيرة والحقيقة احنا ما بنستعملوش كتير فعلا في الافاليويشن متاع البلاس ترانسفورميشن بس هذين بعارفين الاكسبريشن نفسه شكله عامل ازاي عشان بعد كده لما ناخد كذا ترانسفورم تاني غير البلاس ترانسفورم هلأي العلاقة بينهم مرتبطة بين الماثماتيك الانكسيبيرشن ف فلو احنا بنكلم على حاجة اسمها تو سايد لبلاس ترانسفورم تو سايد لبلاس ترانسفورممانانانا عندي فانشن f of t ديفينيشن متاع البلاس ترانسفورم بناخده إن هو فيه اوباريتور اللي هو ال اوباريتور بيابلاي على f of t والاوباريتور ده بيبقى ديفينيشن as integration minus infinity to infinity f of t a to the minus st dt. ده بياخد لي ال f of t d بيوديها لي تبقى capital f of s. فالالاقة بين ال s وال t هنا اوكي هي ان انا باخد ال function of t وفي الاخر بحولها ل function of s و function of s دي هي ال plus transform بتاعي. ال s d defined ان هي complex variable عبارة عن sigma plus j omega. ده طبعا general definition بتاع اي complex variable. وباسيكلي بنتكلم على الاميجا دي هي frequency in radian per second. والسيجما دي عبارة عن damping factor. اوكي. وهنعرف لي ان هما دول كده. واكشولي لما باخد e to the minus sigma t. يبقى معنى كده عندي عبارة عن damping function لو عندي السيجما دي بوزيتيف. ولو كان عندي e to the minus j omega t. اوكي. بكلم معنى طبعا frequency. فعشان كده العلاقة بين او الاختلاط بين الاميجا وبين السيجما جاي من definition بتاع e to the minus st اللي موجود عندي في ال expression. ال inverse to the plus transform بيبقى defined بالشكل ده كده عبارة عن plus minus one of f of s. ال inverse to the plus transformation بياخد f of s يروح بي يجيب لي f of t. ده defined no one over twice pi j integration من سيجما مايس جي اوميجا جي امفينيتي لغاية سيجما بلس جي امفينيتي. f of s e to the s t ds. بنعرف ال s والسيجما هنا انهما within the region of convergence. حقا اسمها ال roc. region of convergence. هنتكلم من ال region of convergence دي حالا دلوقتي. الحقيقة ال plus transformation ده الاساس بتاعه. او الحاجة المفيدة جدا فيه انهو عبارة عن transformation بياخد لي f of t والدهالي f of s. يعني الحاجة اللي باخدها يعني اوديها في f of s دي. بتبع العلاقة بينها وبين f of t يعني f of s و f of t العلاقة بينهم one to one. one to one معناها ايه? معناها ان انا دلوقتي لو عندي f of t هتروح ل f of s معينة. لو عندي f of s معينة هتروح ل f of t معينة. يعني العلاقة بينهم مش يلاقي مثلا f of t العلاقة بينهم one to one. اوكي. ال plus transformation بيبقى يعني ممكن احنا نتكلم عليه برضو نقولي region of convergence. و region of convergence دي اكشوالي بنتكلم على ان فين ال integration بتاعنا بتاع ال plus transformation ده بيبقى اقل من infinity. بيبقى bounded. اوكي. في ناس بتقول ان هو بي exist لما يبقى عندي ال function بتاعت اللي هي اللي ده دي تبقى square integrable. اوكي. بس عموما احنا في اي laplace transformation بنعرف ال f of s و معاها ال region of convergence عشان نقدر ان احنا نرجع تاني نجيب ال f of t بتاعتنا بتساوي كم. اوكي. حاجة تانية برضو كاركترستيك مهمة برضو في laplace transformation وهنشوفها بعد كده لها اهمية كبيرة جدا. ان احنا عندنا ال laplace transformation بتاع h of t هنسميه h capital of s. اوكي. وده بنسميه transfer function بتاع السيستم. وده هنشوف ان له value كبيرة جدا في الشغل بتاعنا في ال evaluation بتاع linear time invariant systems. لو عندي ال function بتاعتي عبارة عن f of t u of t بالشكل احنا شايفينه هنا ده كده يعني شكلها عبارة عن f of t هتخاني f of t دي من مواهز infinity to infinity. وانس ان انا ضربتها في u of t اللي هي عبارة عن unit step function. انا حولت ال function دي ان هي تبقى one sided. one sided معنى ان هي من zero غاية infinity. اوكي. فمعنى كده دلوقتي انا في الفوريد في ال plus transformation بتاعي مش محتاج ان انا ابتدى ال integration بتاعي minus infinity. لان انا عارف ان من minus infinity لغاية zero. ال value بتاعت ال integration ده هتكون zero. فابتدى على طول من zero لغاية infinity. f of t u of t a to the minus st. والحقيقة هنلاقي ان ال one sided plus transformation ده هو ده اللي يهمنا اكتر شوية. وعموما في كل الاحوال لو انا عرفت ال one sided او two sided. في منطقة البساطة ان انا اقدر افضل اي واحد فيه. التيبل احنا شايفين قدامنا ده عبارة عن listing لل one sided plus transforms of مثلا مجموعة من الفونكشنز الاساسية. اللي احنا باسيكلي نلاقي ان هما موجودين كتير في الشغل بتاعنا. على سبيل المثال هنلاقي عندنا مثلا delta of t هي unit impulse. هنلاقي عندنا باسيكلي بتروح لنا في ال plus domain هنلاقي ان هي بتساوي واحد. وال region of convergence باعتها في whole s plane. u of t هي unit step function هي عبارة عن one over s في اللاحية التانية. وال domain بتاعها اللي بتبقى فيه convergence هي region of convergence بتاعتي بتبقى real s او يعني real s اللي هو عبارة عن السيجما بتاعتي اكبر من الصفر. ال r of t هي ال ramp function. عبارة عن واحد على s square. وبرضو نفس الكلام نفس الكنديشن بتاع ال region of convergence برضو. هي real part بتاع ال s اكبر من الزير. وهكذا. احنا في الحقيقة في la plus transformations نادرة ما بنحتاج ان احنا نحن نريزورت لل equations اللي هي integrations بتاعت ال forward وال inverse la plus transformations. علشان نحسب la plus transform. اللي بيحصل الوقت ان احنا بنستعمل التابل ده most of the time. وهنستعمل مجموعة من ال properties اللي هتكلم عليها دلوقتي حالا. اللي هي ممكن ان انا لو غيرت في الحاجات اللي موجودة هنا تغيير طفيف ممكن نستيل برضو اقدر جيب la plus transformation. يعني لو خدت واحدة من من الحاجات اللي موجودة عندنا هنا واحدة من function z وجامعتها زيت function تانية. هنستعمل linearity علشان نقول ان la plus transformation بتاع المجموعة هو عبارة عن مجموعة la plus transformation بتاع each one of them. لو انا عملت مثلا time shift هنلاقي فيه function او فيه طريقة تجيب لي time shifted la plus transform بتساوي كان. فاموما الحاجة اللي هنستعملها practically هو ال table زي كده مع مجموعة الخصائص بتاعت la plus transformation اللي بيها اقدر اخد الفنكشنز موجودة عندي هنا دي. واجنرات بيها مجموعة تانية من الفنكشنز related ليها. وبتحقق ال properties اللي بتكلم عليها دي. دي بقى ال properties اللي انا بتكلم عليها. يعني هتكلم عليها سريعا كده دلوقتي بقى اخد كل واحدة على حدة علشان ابص عليها بتفاصيل اكتر شوي. ففي عندنا مثلا يعني ال linearity هنا بتقول لنا ان لو عندي alpha f of t زي بيتا g of t هتروح الناحية التانية في la plus transformation لالفا f of s زي بيتا g of s. لو عندي مثلا f of t minus alpha يعني في عندي time shift هتروح الناحية التانية e to the minus alpha f of s. اوكي. لو في عندنا frequency shifting الناحية التانية بقى يعني لو انا عندي ضرب الفنكشن بتاعته df e to the alpha t. اوكي. هلاقي عندي يعني ناحية التانية بتروح ال f of s minus alpha. اوكي. لو عندي ضرب الفنكشن بتاعته t. هتروح الناحية التانية derivative بتاع f of s وفيه negative sign قبليها. وهكذا. اوكي. فهلاقي في مجموعة من الحاجات الحقيقة. يعني لو فكرنا كده ان احنا عندنا اي function في الدنيا. احنا ممكن نحطها بدلالة الحاجات اللي كانت موجودة في table. ونستعمل ال properties موجودة عندي هنا عشان اقدر احسب la plus transformation بيس اوي كام. ففعليا لما هنيجي بعد كده نحسب la plus transformation. هيبقى محتاج اكون معايا ال table قدامي بتاع ال transformers تاع basic functions. ومحتاج ال properties دي اكون فهمها كويس قوي. واطبق ال properties دي على ال problem اللي انا ايه بحاول ان احسب لها la plus transformation. نبتدي اول حاجة linearity. اوكي. احنا عندنا طبعا عشان definition بتاع la plus transformation ده برا عن integration. فالintegration by definition ده linear. اوكي. فال condition بتاع linearity بيقول لنا la plus transformation بتاع a f of t. u of t. طبعا ال u of t ده واحنا فاكرين دي احطينها علشان نتكلم على one sided la plus transformation. فهي فعليا بكلم على f of t. وكلم على g of t. بس one sided. اوكي. فالكلام ده مفروض في الاخر. لو انا كان عندي الحاجات دي linear. يبقى معنا كده ببتدي اعمل بقى distributive او يعسان بقى the scaling property والaddictivity property عشان في الاخر احولها انها تبقى كده. يعني la plus transformation و b la plus g of t. فيطلع لي في الاخر. f of s. capital f of s. و capital g of s. اللي هم بقى la plus transformation بتوع ايه. بتوع ال f وبتوع الجي. لو احنا احطناها بقى في mathematical form عشان نسبتها. انا احط دلوقتي هنا بدل ما احط f of t. بس الواحدية لا احط a of t. زي b g of t. كويس. ونبتدي بعد كده بقى نستعمل الخصائص دات الintegration. هلاقي ان a دي ما لهاش علاقة بالvariable بتاع الintegration فقط هتطلقها برا. ال b نفس الكلام. هفصل ال plus دي اخليها مستقلين. ففي الاخر يطلع لي حاجة بالشكل ده زائد حاجة بالشكل ده. الحاجة اللي بالشكل ده هي عبارة عن la plus بتاع f of t. والحاجة اللي بالشكل ده هي عبارة عن la plus بتاع g of t. ففعليا هنلاقي ان ثعلا condition بتاعنا بتاع ال la plus transformation بتاع كل واحدة منها. دي طبعا مهمة جدا لان انا بعد كده لو في عندي اي function اقدر عمل لها decomposition in terms of more than one function من ال functions الموجودة في ال table. نقدر نحسب على طول من ال table la plus transformation بتاعها مش محتاجين نحسب لها la plus من ال first principles من ال integration. لو احنا طبقنا نفس ال concept بالضبط على differentiation على فكرة differentiation والintegration هما الاثنين يعني هما لازم يكون linear اولا وهم الاثنين فعالين اكيني بتكلم على ال function نفسها مش بتكلم على ان في اي function applied عليها. ففعالين انا بتكلم هنا على la plus بتاع f يعني f of t d f of t by dt هو عبارة عن s f of s minus f of zero. فباسيك نفس الكلام برضو هناخد الحاجة اللي موجودة هنا ونحطها جوة ال integration بتاع la plus transform ونشوف الا هيحصل. فاللي هيحصل كالاتي. انا دلوقتي اللي انا ممكن اعمله ان انا يعني باسيكي هعمل هنا يعني في الجزء ده كده integration by parts. اوكي. فهيبعندي ال integration بتاع الاولانية الفنكشن الاولانية. مضروف في الفنكشن التانية. زائد ال integration بتاع الفنكشن التانية. اوكي. مضروف الفنكشن الاولانية. اوكي. فهيطلع لي في الاخر فيه two terms. و two terms هنا هابلاي عليهم الليمت بتاعتي اللي هي من zero غات انفينيتي. الجزء الاولاني ده لو بصيت عليه كده. عوضت من zero غات انفينيتي. انفينيتي هنا معنى كده ان e to the minus std هتبقى بزيرو. فمعنى كده عند الانفينيتي تبقى كلام ده بيبقى بزيرو. لو زيرو عوضت تي بتساوي زيرو هيبقى e to the minus s zero دي هتبقى بواحد مضروف الف الف زيرو. بس هنا طبعا عشان ده الليمت التاني اللي هو الليمت اللي بتاعتي بقى معنى كده هيبقى negative. الكلام ده قيمة بتاعته ناقص f of zero. لو انا بصيت على term اللي موجود عندي هنا ده. هلاقي ان هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن basically s مضروبة في الفورية transformation بتاع ايه? اللي هو ال f of t بتاعي. اوكي? فمعنى كده عبارة عن s. f of s minus f of zero اللي جايلي من الترم الاولاني ده. اوكي? فمعنى كده فعلا احنا اثبتنا دلوقتي in differentiation بيطلع لنا في الاخر الايه? الترم اللي بالشكل ده. لو انا بتكلم على function اللي لها zero initial condition يبقى معنى كده ده ما يكونش موجود خالص. اللي هو f of zero ده ما يكونش موجود. ويبقى عندي ايه؟ يبقى عندي الجزء بتاع s of s ده بس هو اللي يكون عندي. طبعا الكلام ده هيبقى مهم جدا. الجزء اللي بتكلم عليه ده مهم جدا. لما بتكلم على ان انا عندي differential equation مسلا عايزة احساب لها ولها zero initial conditions اللي هي ده ما احنا كنا قلنا قبل كده اي linear time invariant system بتحط بشكل ده يبقى معنى كده انا دايما هاسيوم ان الجزء بتاع f of zero ده هيبقى بساوي zero فمعنى كده ان انا هلاقي ان اي derivative يعني اي first derivative مسلا هيبقى s f of s ال second derivative هلاقي ان هو عبارة عن s ف s f of s ال third derivative هيبقى عبارة عن s ف s ف f of s يعني s و 3 ف f of s اوكي فهلاقي نفسي بعد كده اقدر احول اي differential equation in terms of algebraic polynomial as a function of s نفس الكلام هو هو بقدر اعمله برضو في ال integration يعني ممكن ناسبت برضو ال integration هو integration بتاع y of t الا plus transform بتاعه هو عبارة عن y of s على s هتخيل integration ده اكي انه هو عبارة عن يعني differentiation اص ناقص واحد اوكي فهيبقى كدنى بدل ما كنت مسلا بقول first derivative s يبقى معنى كده ال integration اللي هو بتاعنا ده هيبقى s اص ناقص واحد اوكي لو احنا حطناها برضو بالشكل ده هقول برضو ان احنا عندنا derivative بتاعها بيساوي لو اخدت derivative بتاع الكلام ده هو هيساوي y of t u of t والا plus transformation بتاع derivative ده هيساوي كم؟ هيساوي s of s f of s ناقص f of zero يعني في الاخر بيساوي y of s بتاعتنا y of s هي عبارة عن ال integration بتاعنا اللي موجود هنا اوكي او هي يعني بتكلم على ان derivative بتاع الفنكشن ده هو في الاخر بيساوي y فمعنى كده ان انا دلوقتي من differentiation property بتاعتي لقيت ان derivative دوت اللي هو derivative بتاع الحاجة اللي موجودة هنا ده ان هو برعا s f of s minus f of zero اللي هو بيساوي y of t في الاخر اوكي يبقى معنى كده المعنى كده ان انا بتكلم على ان ال plus transformation بتاعي بتاع f of s اوكي هيساوي ايه بقى هيساوي y of s على s لو افترضت ان انا عندي f of zero ده بتاعي ده بيساوي 0 ال time shifting الحقيقة اسهل شوية في الاسباب بتاعه لان انا لو خدت ال plus transformation equation وخجاص اعملت change of variables بدلا ما كانت تي تبقى t nice tau هلقى اعطونا الاسباب بتاعي ده هيطلع في الامتاع البساطة ده بيساوي بيقولي ان اي shift بتاعي يعني تبقى t minus tau هضرب انها هيطلع في e to the minus tau في s يعني لو فرضا عندي هنا بدلا ما كان عندي f of t نقص f of t بس هيبقى عندي f of t نقص واحد يبقى معنى كده هضرب هنا في e to the minus s لو f of t نقص ثلاثة يبقى عندي هنا e to the minus 3s وهكذا لو عندي f of t plus one يبقى معنى كده هضرب هنا في e to the plus s اوكي في f of s اوكي الواحدة بقى من الحاجات الاساسية جدا اللي احنا فعلا بنلاقي الـ value بتاعت la plus transformation بتبان فيها هو القيمة بتاعت او الـ conversion او الـ transformation بتاعت convolution integral في la plus domain لو احنا اخدنا la plus transformation بتاع convolution بتاع two functions x و h هنلاقي انه هما بيطلعوا في الاخر مضلوب la plus transformation بتاعت x و بتاعت h اوكي يعني لو عندي la plus بتاع x convolve مع h هيطلع لي x times h طبعا لو احنا فاكرين الـ evaluation بتاع الـ conversion integral دا في الـ time domain كان بايخ الحاجة شوية لو انتو كنت تفكرين لما كنا بنعملها بطريقة graphical كان بتحتاج مهود الحقيقة وكانت يعني برضو فيها يعني مقداش لطيفة او الحقيقة هنا انا مجرد ان انا هاخد دي احسب لها la plus ودي احسب لها la plus وادرب الاثنين في بعض ولو حبيت اجيبي بقى time function بتاعتي هارجع تاني inverse la plus transformation وخلاص طبعا نفس الكلام هو هو يعني ممكن نثبتها طبعا بطريقة بسيطة بس يعني هنا هنلاقي ان هي يعني فعلا هتبقى ابسط من الحاجة اللي احنا كنا متخيلين وانا اخدت وانا اخدت بقى القيمة دي كلها احطها جوة la plus جوة la plus function اخد بالي ان هنا بتكلم معنا ان انا بقى integrate هنا with respect to tau يبقى معنى كده انا في الintegration الاصلي بتاع la plus اللي هو dt دوت هلاقي كل الحاجات اللي فيها tau دي ما تهمينيش الحاجة الوحيدة اللي تهميني هي t دي اوكي فهعمل ايه بقى هسواب الorder بتاع الintegration دي بحيس ان انا اخد الintegration اللي هو dt ده اخده وقربه من h اللي فيها t هنا دي فيبقى عندي هنا integration بتاع la plus integration بتاع من 0 غاية infinity h اللي هي اللي كانت موجودة هنا دي في الحتة اللي برا اللي كانت موجودة هنا se e to the minus st اللي هي موجودة هنا دي dt فنقطة احنا اللي عملناها بالشكل ده هتبقى في منطهة البساطة الحقيقة ان احنا نطلع ان الكلام ده عبارة عن ايه عبارة عن لو انا لو انا حبيت ابص عليها يعني احنا ممكن على طول نلاقي ان الكلام ده عبارة عن e to the minus st في ايه في الـ plus transformation بتاع الـ h وبعد كده بقى بعد ما خلص الـ هبصة لقى عندي هنا e to the minus st tau وهنا عندي tau فهيبقى integration لبره بتاعي ده هو عبارة عن الـ plus transformation تاني as a function او بالنسبة للـ x اوكي فيطلع منه في الاخر x of s اوكي فيطلع في الاخر عندي x of s times h of s فباسيكلي يعني عشان احسب بقى الـ transfer function اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي عبارة عن الـ plus transformation بتاع impulse response كل ما عليها اعمله ان انا احسب الـ plus transformation بتاع y على الـ plus transformation بتاع الـ x عشان احسب في الاخر الـ h of s بتاعتي طبعا دي طريقة ابصت بكتير جدا لان احنا قبل كده ما كانش عندنا في الـ time domain طريقة عشان نحسب الـ impulse response كانت صعبة شوية بالنسبة لنا اوكي كان لازم نحل الـ here في منطقة البساطة ان احنا نحسب الـ plus transformation بتاع الـ input والoutput ومنهم على طول نقدر نجيب الـ impulse response بتاعنا او نقدر نجيب الاول الـ transfer function بتاعتها ومنها من الـ inverse الـ plus transformation بتاعها نحسب الـ impulse response احنا كل الكلام يكلمنا عليه كلمنا على linearity time shifting الـ frequency shifting actually هي الـ almost نفس الـ derivation بتاع time shifting بس بدلا ما كنت بها consider الـ forward الـ plus transformation كنت بها consider الـ inverse فنفس نفس الفكرة هي هي بالزبط بس بالعكس الـ multiplication by t هنا العكس بالزبط يعني هنا derivative في الـ time بتروح لي الـ s function في الـ times الـ function اللي هي بتاعت الـ laplace transformation فهنا يعني برضو نفس الحكاية بزبط ممكن انا لو ضربت by t هنا هيطلع لي derivative بتاع f of s لو بكلم على second derivative زي ما كنا بنتكلم ما بقى عندنا s square وباسيكلي انا بكلم على هنا لو الـ initial conditions بتاعتي بتساوي صفر يبقى ده مش هيكون موجود ولا ده هيكون موجود الـ integral هي عبارة عن 1 على s في f of s لو انا كنت بعمل expansion أو contraction بيبقى في عندي condition برضو ان انا عندي f of alpha t بتروح الناحية التانية واحد على alpha f of s على alpha طبعا alpha لا تساوي صفر لو alpha تساوي صفر طبعا يبقى كلام دا ما نلوش معنا فمعنا كده نحن بناخد absolute value بتاع alpha نخلي بالنا فf of s على alpha يعني انا فرضا عندي هنا f of minus t f of minus t تروح الناحية التانية واحد على واحد f of s على ناقص واحد يعني f of minus s طبعا في بقى two properties اللي هم الـ initial value و الـ final value دول يعني هيا بيبقى ساعد بيكون very handy ان احنا ممكن نحسب بيهم f of zero بتساوي كام و f of infinity بتساوي كام لو احنا بصينا على الـ initial value و هلاقي f of zero بتساوي limit s بتروح الـ infinity s f of s اوكي فممكن على طول لو انا عندي plus transformation بتاعي اضربه في s واخد الـ limit لما اس بتروح الـ infinity قدر احسب f of zero بتساوي كام على طول و f of zero دي طبعا يعني ممكن تبقى يعني لو احنا عايزين نحسب مثلا f of zero بس مش محتاجين احنا نحسب f of t كلها ونحسب بعد كاما منها f of zero نفس الكلام لو كنت عايزة احسب f of infinity اوكي كل اللي بعمله ان انا بضرب s في f of s واخد الـ limit لما اس بتروح الـ zero طبعا الـ initial value final value theorem دول ساعات بيبقوا مفيدين جدا علشان زي ما بقول كده لو انا محتاج اعرف value بتاعة f عند zero او عند infinity مش محتاج ان انا نحسب الـ inverse لـ plus transformation كله عشان نحسب منه نقطة واحدة لا انا ممكن نحسب نقطة الواحدة دي على طول هناخد هنا مثال بقى على ازاي نحن نحسب الـ plus transformation in terms of الـ table والـ properties اللي انا كنا نتكلم عليها من شوية صغيرية اول حاجة لو انا بسيط على الفنكشن دي هي عبارة عن u of t plus 1 minus u of t minus u of t plus 1 minus u of t minus 1 ده عبارة عن مجموعة of two functions اوكي فممكن نحسب الفنكشن الاولانية زائد الفنكشن التانية واستعمل لينادي عشان اقول ان الـ plus transformation بتاع المجموعة بتاعهم هو عبارة عن اوكي طب لما اجا بص لدي واجا بص لدي هما عبارة عن u of t بس هنا advanced بواحد وهنا shifted او delayed بواحد فمعنى كده ان الترم الاولين ده لو احنا بصينا على time shifting property هيبقى عبارة عن e to the s tau وتاو هنا بتساوي واحد ف u capital of s u capital of s لو شفناها من الـ table اللي هي ده هي عبارة عن واحد على s التانية طيب عندي هنا تاو بتساوي واحد اوكي يبقى معنى كاتبه e to the minus s tau اوكي e to the minus s tau ليه منس s في واحد اوكي في u of s u of s ليه بتساوي واحد فلاقي انها في الاخر واحد على s e to the s minus e to the minus s لو احنا فاكرين هي دي عبارة s tau e to the minus s tau وتاو هنا بتساوي ناقص واحد وتاو هنا بتساوي واحد اوكي يعني لو عندي هنا مثلا دي e to the t minus 2 لو هي دي minus 2 بدلا هي plus 1 يبقى معنى كده الترم ده كان هيبقى minus 2s اوكي فطبعا هي بتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده طبعا لو احنا حاولنا نحسيبها بقى بالintegration بتاع الموجود اللي فيها الحقيقى اصعب كتير جدا 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 زي ما احنا شايفين هنا كده طبعا يعني مش حاجة بسيطة برضا ناقص اعمل وانا ممكن اعمل بموبايل انسبكشن كده على طول قد اطلع الاكسبريشن ده من غير ما يبقى فيه اي اخطاء ولا فيش اي حاجة خالصة لو بتكلم مثلا ان انا عايز احسب اله لسيستم ديفايند بالإمبالس رسپونس دوت اوكي h of t e to the minus t u of t e to the plus twice t u of minus t اوكي فباسيكلي اجيب له كل واحدة من دول اللي بلاس transformation بتاعها واجمع الاثنين مفروض يعني اوكي فباسيكلي هبص على القوز الكمبونت بتاعتي هلاقي ان الشكل ده كده من التابل بيجيب لي اللي بلاس transformation ده الجزء اللي بقى اللي هو الانتيكوزل اللي ناخد بقى اللي الجزء ده كوزل عشان بيبتدي من صفر ويبقى له قيمة عند الجزء ده الجزء ده لو احنا بصنا عليه كده هلاقي ان هو انتيكوزل معناه ان هو عكس كوزل يعني بيبقى موجود للتي اقل من الصفر ومش موجود في الت اكبر من الصفر اوكي فلو بصنا عليه هنلاقي ان احنا عندنا يعني من برضو من التابل بتاع اللي بلاس transformation هنلاقي ان القيمة بتاعت اللي بلاس transformation بتاع الشكل ده كده هي عبارة عن واحد ناقص اس بلاس 2 الريجن فكونفرجنس بتاعت هنا سيجما اكبر من ناقص واحد والريجن فكونفرجنس بتاعت هنا سيجما اقل من اتنين لما باجي اجمع حاكتين بشكل ده كده وكل واحدة فيهم لها ريجن فكونفرجنس مختلفة لازم اكمبايني ريجن فكونفرجنس يعني ايه يعني السيجما هنا عليها كونديشن انها تكون اكبر من ناقص واحد عشان الاولاني يبقى لقول لولا بلاس transformation موجود والتانية علشان يبقى 빛انبشان بتاعها موجود لازم يبقى السيجما اقل من اتنين يبقى معنى كده الت Quebec الشهاج مع هيبقى البطل سيجما بتاعه المجموعه ده موجود يبقى لازم تبقى اكبر من ناقص واحد واقل من اتنين لو هي اكبر من اتنين او هي يئقل من ناقص واحد كل بتاع المجموعه موجود لو فرضا انا gesprochen في مسأله زي كده بدلما كان عندي بالشكل ده كده. لو فرضا عندي هник مسلا فرضا تراية سيجما اكبر من نقص واحد وفرضا هنا بدلما كانت دي اقل من لا تراية اكبر من. أوكي او ولاش اكبر من لو تخيلت مسلا دي اكبر من نقص واحد وفرضا هياها تلاقتي اقل من نقص واحد برضو. يعني هنا كانت نقص واحد برضو. فالتو كونديشنز دول ما هماش. لو انا جيت هعملهم مع بعض هلاقي ان في مشكلة. المشكلة دي تحصل ازاي? ان انا لو جيت حطيتم هنا ان السيجما فروض تبقى اكبر من نقص واحد وفروض اتنس تبقى اهل من نقص واحد. يبقى معنى كده في الحالة دي الـ laplace transformation مش هيبقى موجود اصل. يعني لو ما قدرتش هيكمباين الـ conditions بتاعت الـ regions of convergence. يبقى laplace transformation ده does not exist. ناخد تفكبرنا من الموضوع ده علشان ما اناقاش في غلطة ان احنا نعتقد ان احنا حسدنا laplace transformation صح هو اصلا مالوش existence. طيب لو انا خدت الـ r of t laplace transformation بتاعها اللي احنا شفناها عندنا اللي هو كان واحد على s square. اوكي. وكان عندي function تانية عبارة r of t plus one. نقص r of t زائد r of t نقص one. اوكي. طبعا لو انا بصيت على الكلام ده. اوكي. انا ممكن بقى اعمل نفس الكلام اللي انا كنت يعني ااخد نفس الحاجة اللي هي بتاعت الـ table دي اللي انا كنت شفتها قبل كده. اللي هي عبارة عن واحدة على s square. اوكي. وابتدي اطبق عليها بقى ان انا عندي هنا ده هنا time shift. هستعمل time shift property. time shift property بتقول لي ان انا هنا لو t plus one. يبقى معنا كده هي عبارة عن the plus transformation بتاع الر اللي هي عبارة عن واحدة على s square. times e to the plus s. هنا نقص اتنين r. يبقى معنا كده هيبقى عندي نقص اتنين على s square. r of t minus one هتبقى عبارة عن e to the minus s. في واحدة على s square. اوكي. فيطلع لي الشكل اللي احنا شفناه هنا ده كده. طبعا هي الميزة عندنا هنا في الجزء دوت ان الـ change of convergence بتاعت الـ shift ما بتغيرش في الحاجة الاصلية. فكل واحدة من دول من تلاتة دول. region of convergence بتاعتها هم نفس الحاجة. هي عبارة عن sigma اكبر من الصفر. فلما اجا اتنين حاجات بنفس الـ function. يعني shift نفس الـ function يطلع لي انها دايما بتـ converge. ودايما region of convergence بتاعتها هي نفس الحاجة بتاعت الفنكشن الاصلية بتاعتها. مثال تاني. هستعمل مثلا الـ differentiation property علشان اكمبيوت الترانسورميشن بتاعت الـ delta of t, u of t والـ r of t. starting from r of s. لو فرضا انا given الايه? given الـ plus transformation بتاع الـ ramp function هو برعا واحدة الـ s squared. طب ما دلوقتي انا واعيز احسب u of t هي برعا derivative بتاع ايه? derivative بتاع r of t. يبقى معنى كده برعا s في واحدة الـ s squared. من الـ differentiation property بدرب في s عشان اقدر ايه? احسب الايه? الـ plus transformation بتاع الـ derivative بيساوي كام? فتطلع بتساعة واحدة الـ s اللي كانت عندنا في الـ table. طب لو عايزين delta of t. delta of t عبارة عن d by dt u of t. او هي عبارة عن d square by dt square r of t. فمعنى كده هي تبقى s واحد على s او تبقى s squared في واحدة الـ s squared. ففي الاخر تطلع برضو بتساعة واحد. فهنا برضو دي ده مثال بسيط جدا. احنا هنا بنستعمل الحاجات موجودة في الـ table عشان نـ verify ان احنا عارفين نستعمل الـ differentiation property زي ما احنا مفروض نستعمله. ناخد بقى انه في كل الـ functions اللي عندنا دي f of zero اللي هي الـ initial condition بتاعي بيساوي صفر. فعشان كده ما كانش عندنا غير بس الترم اللي هو عبارة عن ان انا بضرب في s مفيش عندي ناقص f of zero هنا. f of zero بتساوي زيرو فمعنى كده ما حطناهاش. نفس الكلام برضو بالنسبة لهنا. مثال تاني. لو احنا عندنا انا عامل definition للـ y of t in terms of. اه حاجة بالمنظر ده كده برا عن integral equation. اوكي. فالintegral equation دي بتقولين y of tau. integration بتاعها with respect to tau من zero تي. بيساوي ثلاثة u of t في اتنين y of t. انا ممكن ناخد equations زي كده. ونجيب لها plus transformation بتاعها. هتلاقي حاجة بسيطة بالشكل ده كده. الشكل اللي عندي هنا في الـ equation طلقت لي بعد الـ plus transformation. ان كل الحاجات اللي فيها integration بالمنظر ده. او لو كان فيها derivative بعد كده. لو هي integral differential equation يعني. هتلاقي كل الحاجات function of s بالشكل ده كده. كل ما علي اعمله عشان نحسب y of s. ان انا اخد y of s في جنب كده. وابتدي اعمل لها ايه? يعني مجرد بس اشوف قيمتها كام من كل الـ functions الموجودة of s الموجودة عندي في الـ equation. فاطلعني هنا y of s بتاعتي تبقى عبارة عن ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة في s plus point five. لو عايز احسب بقى y of t كسوليوشن بقى. عايز احسب y of t نفسها. كل ما علي اعمله ان انا اخد y of s دي واروح بعد كده نحسب لها inverse laplace transformation عشان نحسب لها قيمتها بتساوي كام. طبعا دي طريقة فعالة جدا 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 في حل الـ differential equations او في حل الـ integral equations او في حل الـ integral differential equations. هنلاحظ بقى حاجة لطيفة جدا بالنسبة الـ regions of convergence. في بعض الـ general rules كده بنقدر نحنا نحطها عشان نبقى برضو لما نبتدي نحسب combinations of functions يبقى عندنا تصور الـ region of convergence من فوق تبقى عاملة ازاي? فاولا لو كان عندي laplace transformation لفانايت support function. فانايت support function is a function defined for a finite period. مش مايس infinity infinity. مش zero infinity. اوكي? دايما الفانايت support function زي بقى لها region of convergence بقى الـ whole s plane. ما بقاش عليها اي restrictions خالص. اوكي? لو انا عندي causal function. causal function دي بقى نبقى على infinite support بعد الوقت. اوكي? لو عندي causal function يعني function لها f of t بتساوي zero لكل تي لقل من صفر. هلاقي دايما الـ region of convergence بتاعتي. هلاقيها باسيكلي عبارة عن sigma اكبر من قيمة معين. اوكي? يعني sigma اكبر من. اوكي? لو عندي anti-causal. هيبقى عندي بقى الـ function هي عبارة عن ROC بتاعتي تبقى sigma اقل من قيمة معين. عشان كده لو احنا بصلنا في الـ table بتاع Laplace transformation بتاع الone sided. Laplace transform. هلاقي كل الـ كل الـ region of convergence sigma اكبر من. مفيش عندنا sigma اقل من. لان كل الفنكشنز بقيتنا باسيكلي. لها f of t بتساوي 0. اللي تي اقل من 0. انا ضرب f of t في u of t. باسيكلي بكل بساطة. اوكي? الـ anti-causal دي مش هتهمني قوي. لان انا فعليا بكلم معظم الاحوال على causal functions. على اقل بالنسبة الى continuous time systems يعني. فعما تلاقي ان احنا في الـ anti-causal هلاقي ان الـ condition بتاعنا بيبقى العكس. بيبقى sigma اقل من الايه? الرقم معين ما بيبقاش اكبر من الرقم ايه. لو انا عندي بقى non-causal يعني لا هي كده ولا هي كده. الـ non-causal دي بتبقى عندي basically two conditions او ممكن اقسمها لجوز اين? جوز اكوزل وجوز anti-causal. اوكي? والاتنين مجموعين زيب بعض. فبساعدتها بقى عندي regions of convergence بقى ايه? بتكلم على حاجة يعني ممكن تبقى اكبر من كزا وقال من كزا. يعني زي ما احنا كنا شفنا في المسال اللي احنا شفناه ده كان في عندي two functions مجموعين زيب بعض. واحدة causal واحدة anti-causal. فكان basically الـ sigma condition بتاعي كان sigma اكبر من كزا وقال من كزا. احنا اكشل يهمينا اكتر causal functions فيعني مش هتلخبط كتير ان شاء الله في الموضوع. البتاقي دلوقتي نتكلم بقى على الجزء التاني اللي هو inverse la plus transform. احنا دلوقتي عملنا او عارفنا ازاي نعمل الـ forward la plus transform. لو فرضا دلوقتي انا عايز بقى ارجع تاني عشان اجيب السيجنال. عندلوقتي رحت للا plus transform. اعملت كزا operation signal. وعايز ارجع تاني اجيبي time domain signal بتاعتي. فاحنا اتفقنا ان احنا عندنا علاقة one to one between function of time and function of AS. يعني بمعنى ان عندنا السيجنال نفسها واللا plus transformation بتاعها. اللي اتنين مربوطين بها بعض. بعلاقة one to one. one to one معنى ان انا لو عرفت F of T ادرجع ف of S. لو عرفت F of S هاجيب F of T. هي نفسها. فباسكلي نبتين نتكلم بقى دلوقتي زي نحسب F of T from F of S. باسكلي inverting the plus transform هي عبارة عن انا الاقي. ال time domain signal that has the given transform with the given region of convergence. يعني لازم يكون عندي حقتين F of S والروC بتاعيتنا عشان نقدر نلاقي F of T. اوكي ما ينفعش ان انا نجيب F of S باس الوحديه. اوكي لازم يبقى معي region of convergence عشان اقدر نجيب F of T. طيب الكلام ده هنعمله ازاي بقى? احنا زي ما اتفقنا ان احنا مش هنستعمل الماثماتيكال فورميلاز بتاعت الترانسفورميشن. فباسكلي هنبتين يشتغل بطريقة مختلفة شوية. وهنبتين نكونسيدر عشان برضو نبقى محددين نفسينا في الجزء اللي هنكلم فيه. هنكلم برضو على اول حاجة مفروض ان انا عندنا التابل بتاع la plus transform pairs. لو عندنا الفونكشن بتاعتنا F of S موجودة في التابل خلاص يبقى ايضا نجيبها من التابل على طول مباشرة. فرضا ما كانش عندنا الفونكشن دي موجودة في التابل نعمل ايه? اول طريقة هي بتعتمد على الحاجة اسمها Partial Fraction Expansion. لو انا عندي X of S بتاعتي اللي هي la plus transform بتاعها عبارة عن N of S على D of S عبارة عن حاجة يعني لها بسط ولها مقام اوكي? لو انا خدت الفونكشن دي اوكي? وحولتها في الاخر يعني باسيكلي مجموعة من الفونكشن كلها فيها اس يعني فيها يعني لو انا مثلا فرضا عندي N of S دي البولونومي الأوردر بتاعها اعلى من D of S ببتدي اعمل يعني اعمل بتاعي بحيس يبقى عندي الجزء اللي هو يعني مخليلي N of S ده اكبر من D of S في الأوردر وخلي في الاخر يفضل عندي حاجة زي راشنال فونكشن كده يبقى عندي البسط بتاعها او النيوميريتور بتاعي يبقى الأوردر بتاعه اقل من المقام وانت ان انا بقى عندي كرام ده شكله كده اوكي? بنقدر على طول ان احنا في المنتهى البساطة نبتدي الجزء الاولاني دوت اللي احنا نجيب ندقى بالlong division نقدر ببساطة نحوله على طول لان احنا عارفين الواحد هو عبارة عن Delta of T يبقى معنى كده ده يبقى عبارة عن G note Delta of T ودي هتبقى G1 D Delta of T by DT هيبقى عشان احنا ضربنا في S حارفين لما بنضرب في S يبقى D S في واحد يبقى معنى كده عبارة عن derivative بتاع الفونكشن دي with respect to time وهكذا ويبقى عدي بقى الجزء بتاع الابلاوز بتاع الراشنال فونكشن دي هو ده اللي احنا نقص لنا عشان نجيبه ده عشان نجيبه هنستعمل بقى Partial Fraction Expansion عشان نحسبه فباسيكلي الفكرة اساسية في ايه بقى ان انا بحول الكلام ده Summation of AK على S minus PK لما انا بيكون عندي المقام بتاع المقام اكبر من الباست اقدر احولها في الاخر ل Partial Fraction Expansion بالشكل ده لو انا عملتها بالشكل ده يبقى انا ممكن ابص هنا في التابل بتاعي وعندي هنا لما يكون عندي واحد على S plus A يبقى معنى كده انها بتروح للنحية التانية E to the minus AT U of T يبقى معنى كده هيطلع لي في الاخر لو انا خدت الكلام ده بالشكل ده يبقى بتكلم ان انا هيبقى عندي عبارة عن يعني Summation ل terms كلها بالشكل ده معتمدة على A البولز بتاع T شكلها عامل ازاي يعني كل واحدة من دول بتروح لAK A to the P K في T في U of T فمعنى كده لو انا عندي K دي بتاع 1 2 3 وهكذا هيبقى عندي Summation لأكتر من term بالA بالشكل ده وده على طول من T ونقدر نجيبه اوكي فنحاول بقى نشوف مثال على كده عشان اتخيال دي اعمل ازاي هناخد المثال الاولاني اللي احنا عندنا Simple Real Pools يعني ايه Simple Real Pools لما ببص على الجزء اللي تحت ده اوكي الاقي ان هو نقدر نفصله لعبارة عن two terms بالشكل ده كده كل واحد فيهم عبارة عن يعني بول مختلف عن البول الثاني والتو بولز ده الريل الريل نمبرز اوكي فالكلام ده على طول نقدر بال بارشال فراجشن ان نحوله عبارة عن دو ترمز هنسمي ايه واحد كابتل هي كوفيشن بتاع البرشال فراجشن في واحد على اس بلاس وان زائد ايه اتنين في واحد على اس بلاس تو اوكي ونبتبقى نحسب الا ايه و ايه ايه و ايه و ايه بطريقة البارشال فراجشن ان احنا متعودين عليها لأنها تتطور أساسياتي في الماثماتيكس وفي الآخر حتى لو انا مش عارف A1 و A2 بيسوي كامل ولو انا حطيتها A1 و A2 وخلاص ديه يستيلي ديني بردو فكرة عن فكرة عن الانفرس لبلاس ترانسفورم يعني من غير حتى ما محسب بالA1 و A2 فانس ان انا عملتها كده انا عارف S بلاس 1 دي من التابل اللي انا لست مررية هيبقى عبارة عن A2-T و S بلاس 2 هيبقى عبارة عن A2-T فمعنى كده في الآخر هيبقى عندي ترم بتاعي ده لو انا مجيب بقى A1 بتساوي كامل A2 بتساوي كامل هيطلع لي عبارة عن 2 ترمس بالشكل ده عبارة عن يعني Damping Exponential Functions وكل واحدة فيهم بايه Different Damping A Coefficient طيب لو احنا بقى بنتكلم على حالة تانية الحالة التانية دي في عندنا فيها Complex Conjugate Poles يعني ايه Complex Conjugate Poles يعني انا عندي باسيكلي طبعا الحاجة اللي موجودها تحت البولنوميا اللي موجودها تحت دي لازم هتكون Real عادة بتكون Real بمعنى صح يعني فلو انا جيت فكتها لقيتها طلعت بالشكل ده كده يبقى معنى كده انا ممكن دلوقتي اخلي الفونكشن دي عبارة عن اللي اعلى بسنت تربينا بالشكل ديت في الافة كل تربية كده تبقى بالشكل المشكل احلال بituation ستبقى معنى كده يبقى معنى كده стоة ففي الاخر ال روهية كده بقدر احولها للإكسبانشن بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده اوكي لو احنا عملناها إكسبانشن بالشكل ده هنا كده هنبص برضو في التابل عندنا هنلاقي الجزء اللي تحت ده لو عندنا فونكشنال فورم بالشكل اللي تحت ده هنلاقي في الآخر ان احنا ممكن نحولها يعني من التابل على طول تبقيته مينس ألفا تي في كوزاين أوميجا نود تي بلاس ثيتا والثيتا دي ندر نحسبها بقى بتساوي كم حسب حسب الفاليو اللي عندي هنا اللي موجودة بتاعت بتاعت الالفا وبتاعت الاميجا نود اوكي دي مش حالة يعني ممكن تبقى موجودة بس مش حالة بري كومون يعني ناخد بقى المسالة على سيمبل كومبكس كونجيكت بولز لو انا عندي اكسوف اس بتاعتي بتساوي 2s بلاس 3 على s2 بلاس 2s بلاس 4 ده احنا ممكن نعمله إكسبانشن يطلع s بلاس 1 كل سكوير بلاس 3 وطبعا فوق نفس الحاجة اللي كانت موجودة اوكي ده لو اطول بالpartial fraction expansion طبعا فاكرة موضوف ماتلاب لو حد فينا برضو حب يعملها لو حد ناسي زي يعمل الpartial fraction expansion نقدر نحول ده على طول لتو ترمس اوكي بالشكل ده ترم فيه constant coefficient فو وترم تاني فيه يعني الorder بتاع وان يعني فيه اس فو ده على طول لو بصنا للتابل هنلاقي ان الحاجة اللي فيها constant فو سكوير بلاس اوميجا نوت سكوير ده بيروح لنا ويبقى في الاخر احنا حصلنا على البلاس بتاعنا باستعمال partial fraction expansion اول وبعد كده كل واحدة من الترم زي بتطلح في partial fraction expansion بنجيبها من التابل اعطوه مباشرة نكمل بقى بقية الحالات التانية اللي ممكن يبقى يبقى partial fraction expansion ياخدها لو انا عندي فاردن function of s فوق على عبارة عن حاجة تحت كده function of s plus alpha to the power اي حاجة power n general لو احنا عملناها بالشكلة وهي فاردن square احنا ممكن نفوق دي 2 terms واحدة a على s plus alpha squared plus b على s plus alpha لو احنا عملنا كده يبقى نقدر احنا نحصل على the plus inverse substitution transformation بتاعنا من التابل لو انا عندي واحد على s plus a to the power n بتروح لها ناحية التانية للترم دو تابرة عن واحد على n minus 1 factorial t to the power n minus 1 e to the minus at لو n دي بتساوي اتنين مثلا هيبقى عندي واحد على 1 factorial 1 t to the power 1 e to the minus at p of t اوكي فلو احنا اخدنا الترمين دول هنلاقي الترم الاولاني ده على طول هيروح لنا للشكل ده الشكل اللي هنكلم عليه هنا ده اللي هيبقى فيه t e to the minus at والترم التاني ده ترم عادي خالص بقى اللي هو decay exponential اللي هو العادي خالص احنا شفناه هنا اللي هو استعملناه في simple real poles اوكي فمعنى كده ان احنا هيبقى عندنا مجموعة الاتنين دول جايين برضو من التابل فهنا برضو نفس الحكاية عاملنا partial fraction expansion ومنها جبنا بعد كده كل واحدة من الترمات الموجودة عندنا في partial fraction expansion transformation بتاعها موجودة عندي في ال a في التابل كمثال على كده لو فرضا عندي مثال 4 على s في s plus 2 squared اوكي لما بعملها partial fraction expansion هيتلاعلي فيه turn يعني في ال s الوحديها وفيه turn متاني s plus 2 squared الوحديها كويس هنلاقي لو هي فيه function عندي فوق function of s لو عندي first order function of s لان هنا بيعاندي second order تحت يبقى ممكن فوق يبقى في first order function فهنا ممكن اسمبليفاي جزء اللي فوق ده انه يبقى فيه two terms term ممكن اخلي فيه s plus 2 يعني لازم بشكل من الاشكاله شيل ال s اللي فوق ده كويس بهيس يبقى عندي فيه term 1 على s plus 2 بس ويبقى فيه term ثاني 1 على s plus 2 squared ويبقى كل واحد فيهم فوق يعني constant coefficient اوكي لو احنا عملناها بالشكل ده هنلاقي ان فيه عندنا term الاولاني ده اللي هو a على s ده هيجيب لنا u of t هتبقى هنا 1 في u of t term اللي يبقى فيه constant على s plus 2 بس كده هيبقى عندنا e to the minus twice t في u of t والterm اللي فيه constant على s plus 2 squared هيبقى عندي t e to the minus twice t كل واحدة بقى فيهم مضروبة في الايه في ال coefficient بتاع partial fraction expansion انا مش الكلمة زي نحسب ال coefficient تاع partial fraction expansion ان انا شخصيا لما اجيبص على الحل بتاع اا مسألة زي كده اا في امتحان ولا حاجة انا مش بيوصل الارقام لان partial fraction expansion زي ما بقول لكم احنا ممكن بمنطقة البساطة اللي احنا لو حد فينا متلخبط فيها بيحسبها بمثلة على طول ويعني دي مش حاجة يعني احنا نركز عليها في جزء بتاع signal and systems احنا بس ال concept الاساسي ازاي نمشي احنا خدنا ال function بتاعتنا عملنا partial fraction expansion خدنا كل term partial fraction expansion ده جبناها بالشكل اللي هو ال functional form الصحي بتاعه مش مشكلة بقى الجزء بتاع ايه حساب ال coefficient ده بيساوي كام في الجزء ده طيب احنا دلوقتي بقى اخدنا tools تسمح لنا ان احنا نعمل لplus transform تسمح لنا احنا نعمل inverse لplus transform فدلوقتي عايزين نستغل الكلام ده بقى عشان نعمل analysis لlinear time invariant systems اتفاقنا ان احنا عندنا ال response او ال differential equation بتاعتنا بتاعت بتاعت ال complete response بتاع السيسم بتاعنا ممكن نحطها بشكل حاجة بالمنظر ده كده يعني ممكن نحط ندسكرايب ال equation بتاعت ال linear time invariant system عبارة عن differential equation شكلها كده لو احنا حطينا ال initial conditions بتاعتنا لو كان عندنا ال initial conditions موجودة باسيكلي ممكن ان احنا نبتدي بقى يعني نجيب ال plus transformation لال equation ده كلها احنا عارفين كل ال derivative بيبقى في الاخر اس ف ايه في f لو هي function ف يعني f تاعتنا وهنلاقي في الاخر ان ys تاعتنا هيبقى two terms بيوف أس على ايوف أس في أكس اوف أس زايد واحد على ايوف أس ايوف أس ايوف أس عبارة عن فنقشون في النيشال و أكس اوف أس دي عبارة عن الانبوت بتاعي فإحنا ممكن ببساطة لو إحنا عندنا فرضا زيرو النيشال يبقى ممكن الجزء ده يبقى ملغي خالص الجزء ده يبقى مش موجود ويبقى عن الجزء الشفيفي على przepوط مباشرة طبعا انتفقنا لما بتكلم على linear time invariant systems شرط ان الجزء ده بيساوي صفر لو الجزء ده موجود مقدرش رحسب transfer function ومايبقاش system بتاعي linear time invariant طيب لو انا يعني كنت بتكلم على الجزء اللي هو بتاع transfer function transfer functions زي ما كنت بتكلمي عبارة عن b of s على i of s لا الجزء اللي هو ال coefficient اللي موجود عندي اللي هي كانت بتاعة الجزء بتاع ال x اللي عندي بتاع الجزء بتاع input وده عبارة عن coefficient بتاعة output اللي كانت موجودة في differential equation وهنسمي h of s ده الجزء اللي هو فيه function اللي هي بتتضرب فيه initial conditions كويس زي ما كنت بتكلم الجزء بتاع complete response عبارة عن h of s في x of s والجزء بتاع المعتمد على initial conditions عبارة عن h of s وده اللي بيديني بقى الفورم اللي حنا شفناها اللي هي عبارة عن zero state response وال zero input response زي ما كنت بقولي zero input response ده قلنا انا ده ده ما يهمنيش دلوقتي في الجزء بتاع linear time invariant systems يعني الجزء بتاع linear time invariant systems هو ده الجزء الاساسي اللي انا بتعمل معه اوكي فمعنى كده لو انا بتكلم على general case اوكي zero state response ده نحسبه عبارة عن ان انا بجيب la plus minus one بتاع h of s في x of s يعني بجيب الجزء الاولاني ده احسب له inverse la plus transformation يعني اجيب ال input بتاعي احسب له la plus transformation بتاعه واضربه في ال h of s بتاعتي la plus transformation بتاعها وفي الاخر الحاجة اللي هي الناتج بتاع الكلام ده بجيب له inverse la plus transformation زي ما احنا شايفين هنا كده عشان احسب zero state response اوكي ده يعتبر response بتاع linear time invariant system ده اللي هو steady state response بتاعي لو بكلم على zero input response ده بكلم بقى على حاجة فيها non linearity يعني فيها حاجة عندي فيها initial conditions ما هياش zero يعني السيسم بتاعي describe the constant coefficient linear differential equation وال initial conditions non zero اوكي فممكن احسبها من the inverse la plus transformation بتاع الترم التاني ده طيب كمثال لو عندي differential equation بالشكل ده كده وبتكلم على ان انا عايز احسب impulse response بتاعي impulse response والunit step response اوكي فباسيك لو انا بسيط على ال equation دي واسيومنج zero initial condition عشان يبقى linear time invariant system هنقدر احنا ناخد la plus transformation بتاع الاولاني ده يبقى برا عن s square في y of s وده la plus transformation بتاعه عبارة عن s في y of s وده عبارة عن y of s la plus transformation بتاعه دي ناحية التانية هيبقى x of s يعني هيطلع لنا equation بالشكل ده كده منها هنقدر نحسب y of s على x of s فهيطلع لنا h of s بالرقم ده كده الرقم ده كده ده احنا عارفيني ده عبارة عن plus transformation بتاع h of t h of t اللي هي impulse response اللي احنا عايزينه فعلى طول نقدر نجيب بقى بنفس الكلام اللي احنا عم نلقب لكده نحسب partial fraction expansion وال partial fraction expansion ده بعد كده نحوله في الاخر بالtables اللي ايه لtime domain function اوكي طيب لو انا بتكلم بقى عايز احسب unit step response انا عندي اريدي h of t بتساوي كذا اوكي ممكن ان انا اعمل حاقتين يعني ممكن ان انا اجي اه امعتبر ان الحاجة اللي عندي هنا لو انا مثلا عندي h of s دي دي response بتاع واحد بتاع delta of t لو عايز احسب response بتاع واحد على s يبقى معنا كده اضرب الكلام ده اوكي او ممكن اخد ده اعمله integration طبعا الاسهل ان انا اعمل كده يبقى الحاجة اللي بقى عمل لها inverse la plus transformation تبقى h of s على s لو انا عملت كده برضو هعمل نفس الكلام تاني اعمل partial fraction expansion هيبقى عندي فيه ترم زيادة بقى واحد على s بره فيطلع لنا الexpansion فيه تلاتة ترمز بقى فيه اتنين ترمز اللي هما برضو corresponding to s plus 1 و s plus 2 اللي هي تبقى عبارة عن e to the minus t و e to the minus 2t بالاضافة اليوم الترم بتاع واحد على s هيجبلي هنا component u of t فالحساب بتاع حاجة ازا كده منطقة البساطة لو انا قلت مثلا هنا كمان بدل ما كنت قلت unit step response قلت ramp response او ramp function response او ramp هي عبارة عن integration بتاع unit step يبقى معنى كده ممكن احسبها ان هي عبارة عن h of s على s squared فالs squared دي برضو نفس الكلام ممكن ان انا بشكل ما اقدر برضو ان انا نعمل نفس partial fraction expansion اللي انا اتكلمت عليه هنا دوت ومنه برضو اقدر طلع ال response طبعا انا نتذكر الفرق بين حاجة زي كده والفرق بتاع حاجتنا ان احنا نحل differential equation عشان يطلع حل وده طبعا حاجة كانت معقدة جدا ان احنا نحل equation زي كده وطبعا الحل بتاعنا هنا بقى ابسط بكتير وخاصة ان احنا جزء بتاع partial fraction expansion ده وان احنا نبصها طول على ال table بيسهلنا جدا الوقت اللي بنعمل فيه حاجة زي كده يعني الوقت اللي بنحل بيه بلا plus transform اقصر بكتير جدا من الوقت اللي احنا نحل فيه differential equation بالشكل ده ناخد مثال تاني لو فرضا انا عندي نفس الحاجة هي هي بالزبط بس انا قلت بقى ساعتها ال initial conditions بتاعتي ما هيش zero يعني ما هيش كلها zero يعني عندي y of zero بتساوي zero وبساوي واحد dy by dt t بتساوي 0 فدي تعملي مشكلة انها عند الوقت لما بتكلم على الجزء بتاع dy by dt زي ما شوفنا من la plus transformation table ال properties بتاع la plus transformation معنا صح هيطلع لي ال response بتاعها او la plus transformation بتاعها s y of s minus y of zero فمعنى كده هيبقى عندي فيه termات فيها y of zero مضروبه في s ما فيهاش y يعني في la plus transformation ما فيهوش يعني في الاخر يطلع لي term بتاعي زي ما احنا شايفين كده term مضروب في y of s term في x of s بس ما اقدرش ان انا احسب y of s ليه لانا عندي term ده مش هيسمحني انا اعمل كده فال term دوت يعني basically هيعملي مشكلة ان انا ساعتها مش اقدر احسب h of s على x of s اوكي فما اقدرش ان انا احسب هنا ال impulse response بالبساطة اللي انا كنت متخيلة قبل كده يعني هنا definition بتاع h of s ما هواش موجود لان ال system ده ما هواش linear time invariant اوكي فهيبقى عندي two components ال component الاولانية دي اللي هي zero state response وال component التانية دي اللي هي zero input response ويبقى نحسب بقى بطريقة general خالص ان انا احسب response بتاع دي اللي عبارة عن inverse la plus transformation بتاع الترم ده واحسب الجزء دوت ان هو inverse la plus transformation بتاع الترم ده بس ما اقدرش اقول ان انا اقدر احسب h of s بتساوي كامل طب لو انا عايز احسب convolution integral من ال properties بتاع la plus transformation ان انا لو عندي x convolved مع h الكلام ده بيروح في la plus transformation domain ان هو يبقى x of s يعني convolution هنا بيروح فمعنى كده لو انا عندي basically x of s موجودة وعندي h of s موجودة انا ممكن بمنطقة البساطة احسب y of s بتساوي كامل بالشكل اللي احنا حطينه هنا ده او ممكن احنا لو عندنا x وال y نقدر نحسب h وهكذا يعني نقدر نحسب اي واحدة من الاتنين التانية اوكي فباسيكي h of s هنا بتترانسفير la plus transform بتاع x of s لل la plus transform بتاع y of s اللي هو ال output la plus transformation اوكي وانس ان انا حسبت y of s من h of s و x of s بمنطقة البساطة انا احسب y of t as an inverse la plus transformation لل y of s كمثال على الجزء ده لو احنا افترضنا ان عندي x of t بتاعتي بتساوي u of t والimpulse response اللي هو h of t بتاعه بيساوي u of t minus u of t minus one احنا هلزين نحسب ال output بتاعنا اوكي طبعا هعرفين هدي شكلها برا عن pulse و هعرفين هدي شكلها برا عن unit step function احنا ممكن بقى بمنطقة البساطة يعني دي من ال table اعطورة برا واحدة على s ودي برضو من ال table في المطقة البساطة دي واحدة على s 1 على s e to the minus t e to the minus s اوكي دي برضو فيها يعني هي دي نفسها عبارة عن d بس ال delay بايه بواحدة يبقى معنا كدره في e to the minus s في واحد على s اوكي فعلى طول ببساطة دينا نحسب x of s بتساوي كام و h of s بتساوي كام على طول نحسب بقى من ال convolution property ان الكلام ده y of s هتساوي h of s في x of s اللي هتطلع بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده وده على طول نحسب له ال inverse plus transformation انه هو يطلع لنا عبارة عن r of t minus r of t minus 1 لان واحدة على s square هي عبارة عن r of t من ال table و e to the minus s على s square هي عارفين على طول واحدة على s square هي عبارة عن ramp of t اوكي لما بدراها في e to the minus s يبقى معنى كده هعمل لها delay بمقدار واحد طبعا احنا ما خدناش وقت خالص عشان نحسب ال response للحاجة زي كده ونقارن الكلام ده بقى بالمحاضرة اللي فاتت اللي كنا فيها بنحسب conversion integral ده graphically او بحاول اعمله بالintegration هنلاقى ان احنا خدنا وقت اوطور بكثير عشان نعمل الكلام ده طيب لو احنا عندنا system defined in x of t بتساوي h of t بتساوي u of t minus u of t minus 1 هما اللي تن بيساوي بعض طبعا انا شفت دي ال transformation بتاها عبارة عن ايه فكل بكل بساطة هتبقى عبارة عن term دوت squared اوكي فالترم ده squared هنفقكو بقى ويبقى عندنا هنا واحدة على s squared اللي هي عبارة عن ramp اه اه اتنين في e to the minus s على s squared عبارة عن برضو ramp بس delay بمقدار واحد من الترم ده من time shift property وترم تاني عبارة عن e to the minus 2s على s squared بس delay بمقدار اتنين برضو زي ما احنا شايفين كده الحل بتاعنا طالها في غاية البساطة رغم هنا برضو احنا عندنا دي كانت two pulses بنعملهم confusion مع بعض خدنا برضو فيها وقت طويل المرة اللي فاتت لما كنا بنحاول نحنا نحلها بال ايه بال graphical representation او بنحاول نحلها بال integration علشان بقى نجرب الحاجات اللي احنا اخدناها في الجزء بتاع المحاضرة دي في بعض المسائل انا انتو تجربوها والحقيقة فيه partial solutions موجودة في ال student section بتاع التكستبوك ويبسايت انصح كل الناس اللي هانتجربها علشان الجزء ده في غاية الاهمية لان ليه applications في ال control وليه applications في signal processing والapplast transformation هليبقى ليه علاقات تانية او علاقات كتيرة بكل الترانسوميشن زي هنشوفها بعد كده في ال signal systems ودس ب ودس ب اشتركوا في القناة